اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا الطرق ولا الفساد ولا التخلف اللي احنا فيه قد ما بتتكلم عن مصر اللي وحشتنا مصر اللي حاسين فيها بغربة مصر اللي اصبح كل قرار فيها بيعكس حالة من الخوف عليها مصر اللي فقدنا الثقة في اللي سايقها انه موديها لبر الامان مصر اللي مش مصدقين انه فيه واحد سايقها مصر اللي مش مصدقه ان اللي سايق ده هو اللي سايق وطول الوقت بتفكر في اللي وراه اللي بيحركه شمين شمال ويمين وشمين ويمال برضو مصر اللي بتقول احنا بنتحكم منين مصر اللي بتقول احنا ولقنا بقى المين مصر بتقول احنا بنتباع لمين مصر اللي بتصغر وهي كبيرة مصر اللي خايفة وهي عمرها ما خافت مصر اللي تجرأ عليها الصغار قبل الكبار مصر اللي بقت في شقة في المؤطم مصر اللي غنت لها شادية زمان واللي في زمن الاخوان ما عودناش عارفين لا نغني ولا نكتب ولا نحكي مصر اللي بتستنى يوم تلاتين وسط اتهمات وتخوين لناس بتقول عايزان نطلع نقول احنا زعلانين احنا غضبانين احنا مش فرحانين احنا غربة في بلدنا احنا خايفين احنا عايزين نعيش احنا خرجنا في 25 علشان نحلم مش علشان احنا شياطين مصر اللي ما يعرفوهاش واللي ما شربوش من نيلها واللي ما يعرفوش قيمتها واللي بيفكروا انهم يكلوا خيرها ويحطوه في جيوبهم اللي كل يوم هتكتشفوا حكايات ومصائب ازاي مصر كانت بتتباع من تحت لتحت ازاي في كروش كتير ازاي في قروش كتير بقت في مصر ازاي زي ما كانوا بيتكلموا عن نظام سابق فاسد هم اكثر فسادة ازاي بقى في مجموعة منتفعين ازاي بقى هم اللي بيعرفوا ايه اللي هيتباع وايه اللي هيتشارع وايه اللي نحرقه في مصر وايه اللي نخبيه وايه اللي من تاريخنا مش مكسوفين منه مش عايزينكم تشوفوه ولا تعرفوه عايزين يغسلوا ذاكرة مصر مصر اليوم تلاتين في حالة قلق وتوتر في حالة اتهامات في حالة رعب في حالة امل مصر اللي بتستعد اليوم تلاتين لكن هناك ناس شايفة ان يوم تلاتين ده يوم مفزع ويوم وحش ويوم اشرار المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع قال ان وصف مجموعة بينهم يستعدوا لاتباع الهوى وطاعة الشيطان باثار المصلحة العامة على الانانية المفرطة مشيرا لانهم يعملون على تدبير المؤامرات واثارة الفتن وقلب الحقائق وتزوير التاريخ عشان خارجين الشارع حيغيروا التاريخ في الشارع زي ما غيروا الداخلية وزي ما بلعبه في القضى الشارع اللي زعلان من اللي بيحصل اللي تلغت له اعلانات وتهدت له اعلانات وتعمل له كل حاجة الشارع هو بتاع المؤامرات وهو اللي عايز يغير التاريخ ليه تاريخنا طويل وممتد وعريق الناس مش عايزة يتغير التاريخ انتو اللي عايزين تغيروا التاريخ بيقول كمان ان اعداء خارجيين لن يتوقفوا عن حبك المؤامرات نفس الكلام كأنك نايم وتسمع الزمن القديم بس كان ما كانش بهذه القسوة ولا هذا التبجع ولا هذا الازدراء ولا هذه الكراهية طول الوقت هناك مؤامر علشان ما يسمعوش انهم غلط علشان ما يفهموش انهم غلط اسأل حاجة انك تتاهم حتى راح تتاهم شعب كامل مش مشكلة الشعب وحش بس احنا كويسين واللي مش معانا هو عدو مبين لهذا الوطن في رسالة الاسبوعية بيقول ان هناك من يستعد لاتباع الهوى وطاعة الشيطان ويكره وحدتنا واحدة مين وينقط اخوتنا اصدك اخوانا ويكيد بليل ليدبر المؤامرات ويشعل الفتن ويقلب الحقائق ويزور التاريخ ولا يستمع لنصح ناصح ولا ارشاد امين اه والله مش راضين تسمعونتوا الامنة والناصحين اصحاب القلب الطيب اللي بيقولوا لا اله الا الله وقصدهم ربنا وهم كاذبين ويزين القول اللي يغدع البسطاء من الناس اه بنقولهم الاسلام هو الحل واحنا ملناش دعوه وما بنطبقش وما روحناش نحية الاسلام مدللا على ذلك بالآل القرآنية شياطين والانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرة في القول لغرورة مؤكدا ان هؤلاء ينبغي ان نحذرهم حتى لا يفرقوا جمعنا ويمزقوا صفوفنا ويعكروا صفونا دي صورة من مظاهر التخويف من يوم 30 ان اللي طالعين دول متآمرين خوانة بيتلقوا تمويلات من الخارج اصابع خارجيا انتوا عارفين لعبة الاصابع ودول شياطين انسوا جن اما الابرياء الاطهار ما بيعملوش حاجة خالص تعالوا نشوف نكمل الرؤية اليوم 30 اللي بتتصاعد واللي تتوقعوا الايام الجاية اتهمت بخيانة بمؤمرات بتهديد ما فيش مانع يبقى فيه دم ما فيش مانع حتى لو كان الدم منهم خدوا بالكم لو كان التمن واحد يموت علشان يتقال انه شفته قدام شباب طالعين بيقولوا احنا زعلانين احنا بنقول عايزين انتخابات رأسيها مباكر مش دي الديمقراطية مش دي اللي انت جيتوا به مش انت اللي انزلتوا الشارع وقلتوا الطورة لم تنتهي بعد ولا هي حلوة ليكم وحش عليكم الصفحة الرسمية الحمر التمرد معلقة على صورة العساكد بيقوموا بتعالية صور أسر الاتحادية بيقولوا زود حرسك عل جدارك لو نفعوك كان نفع مبارك انتو على قناة مصر خمسة وعشرين المفاتيش كرومبو الشهير بهاني صلاح الدين اللي مفترض انه صحفي عنده برنامج هو بيقوله انه مطاف مية وتمانين هو حرائق مية وتمانين انا مش عادقة ما بردش على الهرتلة بس الاستاذ هاني ده مخفيف كشف مخطط عظيم عمل لي حالة رعبة قبل ما ادخل على هوا يعني وانا داخل قلت اه اتكشفنا انا وزملائي هاني صلاح الدين المفاتيش كرومبو عارف احنا بنخطط ازاي والتقينا انا وزملائي واتفقنا على شفرة وهو كشف الشفرة خلينا اقولك الشفرة طالما كشفها بقى وتفضحنا لازم الواحد يعترف اه يا جماعة احنا عاملين شفرة ده مخطط للتأمر على الرئيس مرسي وقال اتفقنا على توحد مصطلح بعينه بدءا من يوم عشرين يوم عشرين لدخل تصوير برنامج الحبيب علي الجفر ده كويس جدا الى تلاتين من الشهر الجاري علشان حنقول الفاظ ودي اشارات منها المشكوك في شرعيته على الرئيس بهدف اطارة الرأي العام هو ما قالش العملية في النملية والفيل في المنديل انا بكشف لك اهو حاجات تانية حنقولها على زملائي اللي اتمنى شوفهم انا شفتهمش وما تكلمناش من زمان قوي وقالك ان ده مخطط عرفه من واحد مننا عميل وخاين بينه وبين زملائي المزيعين اللي بنلتقي في مكان سري تحت الارض بنقعد نخطط فيه على شفارات نعملها في فقت واحد لجموع الشعب الجامح عشان لما نقوله العملية في النملية يتحرك فورا عشان يعمل ايه مش عارف يطلع في التلفزيونات ولا يعمل ايه يا استاذ كولومبو كولومبو احسن وقال انه هيحرق المخطط ده لنا وعلشان يحرق اكتر بقى بيقولك ان انا هقولكم مرتبات العاملين المزيعين دول اللي عاملين المؤامرة والشفرة السرية كشف احنا بناخد كام ربنا يا سامحة كياني الناس بتزعل من انقام الفلوس ليه قلت كده وقال انه يتحدى ان حد يتكدبه انتو عارفين هاني صلاح الدين ليه تاريخ صحفي عريق اللي يقعد يقرأ في الصحافة يدور على هاني صلاح الدين كان من المناضلين الكبار في زمن السابق كتاباته كانت مدوية كان الشعب بيطلع يتكلم عن هاني صلاح الدين المفاتش كرومبو المناضل لكن احنا كنا عمل او خونا وقت حد ده يجيب الكتابات ونتفرق كتابات مين اين كان مختبئا مثل الفقري ومش لازم اقوله ابتدى ازاي وكان بيشتغل فين علشان يتكلم عن بناخد كام فقال ان خير رمضان يتقادى عشرة ملايين جنيه لميس الحديد يتقادى تسعة ونص مليون وباسم يوسف يتقادى ستاشر ونص مليون محمود سعد يتقادى اتناشر مليون عمر اديب يتقادى اتناشر مليون واقل ابراش يتقادى خمسة مليون كان نفسي تقول انت بتاخد كام يا فقير انا على استعداد مع تحديك وانت كاذبا بواح ان نبدل حسابي في البنك بحسابك بالبنك البنك المركزي لفتوا على البنوك تدوروا ورانا مش انتوا شفتوا احنا بندفع درايب ولا لا انا مستعد اللي في البنك عندي تيجي تاخدوا وتديني فلوسك بس انا فلوسي معروف مصدرها انت فلوسك جاية منين انت بتلف دلوقتي انا عارف انك بطلقت قرشين بس اعرف فلوسك جاية منين انا فلوس انا عندي ساعة ونص اعلانات في حلقة اللي هي قدي برنامج قدي محطتك بالكامل ما بتجيبش ربعهم فانا فلوسي من الجمهور اللي بيتفرج علي فلوس زملائي وهي ليست هذه المبالغ اطلاقا ولكن باخد مئة مليون انت مال وانا باخدهم من جيبك ولا من الدولة روح اسأل الدكتور سعد الكتاتنا العربيات اللي واخدها من مجلس الشعب بيركبها لغاية دلوقتي عربيتين بحرصها ليه عشان ايه صفته في الدولة المصرية رئيس حزب الحرية والعدالة قول لي الفلوس اللي بتتحول لكو يا اخي قول لي الشؤة قول لي الادوار السفلة في عمرات بتتبعوا بيشترها الاخوانة عشان هتحول التجارية بقرار ازاي عايز تدور دور في جرابك يا كرومبو ده جزء من الحملة اللي قبل الانتخابات اللي قبل تلاتين يونيو انا اسف جزء من الحملة فكرة التشكيك فيقول لك ايه فلان بياخد كذا فلان عمل مؤامرة مخطط اموال من الخارج في حقائب دبلوماسية كلام سازج وتافه لانت ولا رئيسك عارف يثبته رئيسك جمع الاجهزة وقعد نعهم قال لهم مش عارفين تشوفوا حل في دول يعني مش طب حتجبوا منين ما احنا لكوننا حرمية ولا خدنا قطع اراضي وانا اتحداكم ان انتو تعلنوا قياداتكم الان معاها ايه قياداتكم تمتلك ايه قياداتكم اشترت اصور فين راحين السحل الشمالي بتشتروا فين دلوقتي في كل الاماكن الفقيمة الغالية بالملايين بترموا الفلوس دي جتلكم منين مش دي بتاع الحقائب الدبلوماسية يا بتوع الشفافية ليس لي ان اكمل الان ساخرج فاصل قصير ثم اعود اليكم لا اكمل لكم ماذا تعد تمرد لما هواءات وماذا يقول انصار الرئيس الذين يرتعدون خوفا من 30 يونيو من شعب مسالم عايز يطلع يقول لهم تعبتون ارفتون بعد الفاصل موسيقى البرلمان الاثيوبي يصدق بالاجماع على اتفاقية انتيبي الخاصة بنهر الليلة موسيقى موسيقى رئيس الوزراء يؤكد ان الشرطة ستقوم بواجبها في حماية المظاهرات يوم السلاسين من يونيو موسيقى المتحدث العسكري ينفي ما نشر من معلومات بشأن تحديد هوية خاطف الجنود السبعة في سيناء موسيقى وزارة المالية تقيم الاسبوع المقبل مزادا علنيا لبيع الهدايا التي طلقها رئيس الوزراء والوزراء وقبار المسؤولين خلال عام موسيقى موسيقى البرصة تربح نحو سنين مليار جنيه ومؤشرها يرتفع بنسبة واحدا واثنين عشر من مئة بالمئة في ختم التعاملات موسيقى